أقول كمان سهام كل سنة وانت طيبة سهام مولد النبي وان شاء الله بإذن الله كل أيامنا تبقى خير وسعادة وانت طيب يا رب وينعاد علينا كلنا على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وكل سنة وإحنا كلنا طيبين كل سنة والشعب المصري كله دايما بخير وفي أمن وأمان وسلام أهلا بيكم وجمهور النادي الأهل العظيم اللي أنا يعني نش عارف أقوله إيه الحقيقة اللي عايزة أشكره جدا حقيقة في الأول على ردود الفعل اللي وصلتني عن حلقة مبارح أنا بشكركم جدا وأنا عارفة أن أنتوا ورانا وبتدعمونا وعارفة أن البرنامج ده مشاهداته فائقة فدايما بنتوخى الحذر ودايما لما بنقول حاجة بنطلع وإحنا متأكدين وإحنا بنقولها بنوعد حضراتكم إن شاء الله أن نكون دايما عند حسن ظنكم زي ما وعدناكم في البداية خالص والجديد هتلاقوه الحقيقي هتلاقوه بس في البيت الكبير هنا في قناة النادي الأهلي النهاردة عايزة أبدأ كلامي عن قرار حكيم من وجهة نظري مهم بيتخذوا النهاردة اتحاد الكورة أو اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكورة النهاردة برئاسة السيد عمر الجنيني القرار هو مد فترة القيد الأولى الخاصة بالموسم الجديد يمكن معظمنا تابع القرار ده القرار ده هيكون المد يوم 11 نوفمبر اللي جاي بدل من أربعة من الشهر نفسه ده معناه إيه؟ أولاً النهاردة ده القرار ده كان في اجتماع مهم جداً في اللجنة الخماسية وكان حاضر من دوبي أندية الدوري الممتاز قرار لي سليم أو قرار لي حكيم لأنه بيمنح الفرصة للأندية أن هي تلتقط أنفسها شوية الواحد يعني ياخد أسبوع كده بعد موسم طويل وانت النهاردة بتمنح الأندية دي توقتي كفاية أفتكر علشان إبرام التعاقدات الجديدة اللي جاء في الطريق مثلاً في الأهلي أكيد التركيز النهاردة منصب كله على مباراة برضو طلاقع الجيشة هتكون يوم السبت اللي جاي في منافسات الأسبوع الأربعة وثلاثين والأخير الحمد لله في مصابقة الدوري الممتاز ونتسلم الدرع بعد كده عندنا مباراة العمر زي ما بيقوله مباراة العمر بالنسبة للعبي الفريق يوم ستة نوفمبر في نهائي دوري أبطال أفراقيا أكيد التركيز الأكبر على المواجهتين دول ما فيش مجال للحديث عن أي صفقات جديدة زي ما كنا بنتكلم أول مبارح بين أو تعاقدات في الوقت الحالي احنا هنا بنلقي دوء على كل الأمور السلبية النواحي السلبية أو الإيجابية لمنا بيكون في حاجة تستحق أن احنا نشيد بيها أكيد بنعمل كده لأن برضو ده دور من أدوارنا أن احنا ندعم كل فرد في المنظومة الرياضية أو الكروية بيقد دوره وده من دورنا الرئيسي بالنسبة لنا هنا اللي بنؤديها من خلال قناة النادي الأهلي ورسلتنا الإعلامية في قناة النادي الأهلي